كعادة الوزراء في مصر بنشوفهم عبقرة دايما في كل قاراتهم بنتعلم منهم قانون الإدارة بنشوف مثلا وزير التعليم يقولك أنا هعمل لجنة خاصة لتصحيح إجابة أي طالب اعترف بالغش والله هو اللقاء له مش أنا لجنة خاصة لتصحيح إجابة أي طالب اعترف بالغش عبر مواقع التواصل آه اللي أنا عايز أعرفه ده مكتب السيد وزير التعليم ده مكتب السيد وزير التعليم يعليه يرضي مين يعلي الكلام اللي أنا شايفه ده السيد وزير التعليم حاطت في مكتبه تكييف بورج طوره والله ما لاقولوش ليه فيه شاء فراحوا جابوا البتاع السلك عدة بالعرضة التكييف ده يا جماعة يتحط مثلا في صالة مسجد ده حتى لو تحط في صالة مسجد بيتري عليهم ايه التكييف اللي انت حاط ده يا رضا يا رضا انت مش عايز تنسك جلبية والياء المهرية ليه يا رضا يا رضا ايه التكييف اللي انت حاط وراك ده لا حولا لا قواتي الله بالله مبنى وزارة التعليم فيما اعرف انا هو في شارع سليمان اباظزة المتفرع من شارع الاصر العيني ورا مركز البحث العلمي يعني ورا مصرح السلام لا ده مش العصمية للدريج جديدة لا 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 طيب خلنا في اللي بغش انا شايف يا شايفة الوزير عبقاري حاول تحل مشكلة التسريب الاول وتعمل لجنة القضاء على التسريب المتحانات اظن ان دي طريقة اسهل خاصة ان خلاص الناس عرفت مين شاونين اهو السنوية العامة في مصر اتهام عضو لجنة وضع امتحان الفيزياء بتسريبه يعني استاذ بتاع فيزياء فتحت وزارة التربية والتعليم مصر تحقيقا مع احد عضاء اللجنة التي وضعت امتحان الفيزياء الخاصة بالشهاد السنة العامة وذلك لإعطائه دروس خصوصية ببعض التلاميذ وانتشار تسجيلات فيديو لهذه الدروس قبل الانتحان ما يتنافى مع مهمته في اللجنة وقال متحدث باسم الوزارة انه يعني شادي زلطة في بيان اليوم الاثنين ان الشخص اللي هو المدرس محل للدعاء يغضع حاليا للتحقيق من قبل الوزارة وكل الجهات المعنية نظرا إلى قيامه بإعطاء دروس خصوصية لمجموعة من التلاميذ الموضوع مش بس كده ده معمول جروبات سرية لتغشيش الطلاب الإجابات عربي بوست كتبت الموضوع ده اطلع بعربي بوست يا رئيس قادي عربي بوست الحضرات بتقول جروب سري ومعلمون يملون الإجابات واضاف الطالب أنه بمجرد فتح موقع التواصل الاجتماعي التليجرام فإنه وجد إجابات جميع الأسئلة بحاوزاته باستثناء السؤالين وقام بتصفير ورقة وإرسالها إلى أحد الجروبات يدعى الجروب السري لكنه لم يلحظ أن الباركود الذي وضعته للوزارة موجود في الصورة وهو ما ساهم في الوصول إليه مشهر أنه يوجد على هاتف المحمول إلي الزباطات ووزارة التعليم صور يحتفظ بها المعلمين أثناء قيامهم بإملاء الإجابات للطلاب والأكثر من ذلك أنهم كانوا يساعدونهم في عامية الكتابة أثناء الجيل التعانات مش بس كده ده عشان ولاد الأكابر يعدوا بيدوا فلوس فرشاوة عشان يغشوا برحتهم ده جزء من التقرير بتاع عربي بوست برضو مش أنا اللي بقول أو رشاوة وبحسب ما أكده أحد رؤوساء اللجنة انتحنا السنة عام من حفظ بن سويف فإن هذا العام كان شاهد على واقع لم يعترض لها من قبل إذ حاول أحد أولياء الأمور رشوته مقابل موافقته على تجاهل حالات الغش في اللجنة وأشار إلى أنه عرض عليه سبعون سبعون سبعين ألف جنيه مقابل السماح للطلاب بدخول الهاتف المحمول والسماعات الزكية يعني تخيل أنت سبعين ألف جنيه للأسف الإدارة العشوائية لمنظومة السنة العامة وتسريب الامتحانات هي حرب منظمة على الطالب اللي مش عارف يلاقيها منين ولا فين واللي كل يوم بيلاقوا أنفسهم في ران تجارب لمسؤولين محدود القدرات والفهم